أكد الرئيس عبد الفتح السيسي على محورية دور مصر والمملكة العربية السعودية كركيزة أساسية لاستقرار المنطقة لا سيما في ظل التحديات الجسيمة والمتصاعدة التي تتطلب تكثيف التعاون بين البلدين جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودية وخلال اجتماع آخر مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية وجه السيد الرئيس بتوفير التسليلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي والدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي وذلك بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالإضافة إلى سفير صالح بن عبد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الداخلية السعودية نقل للسيد الرئيس تحيات خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودية حيث آرب السيد الرئيس من جانبه عن تقديره لشقيقه عهل السعودية وولي العهد مشددا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ومحورية دور الدولتين كركزة أساسية لاستقرار المنطقة لسيما في ظل التحديات الجسيمة والمتصاعدة التي تتطلب معصلة وتكسيف التعاون بين البلدين وقد شهد اللقاء في هذا السياق تأكيد الأهمية التي يكتسبها التعاون المشترك والتنسيق المكسف بين مصر والسعودية في مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية المشتركة التي تفرزها ظروف المنطقة خاصة في مجال مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة والجريمة المنظمة العابرة للحدود فضلا عن تصاعد الجرائم الإلكترونية وهو ما يمثل تحديا كبيرا يتطلب تكامل الجهود للحد من هذه المخاطر التي أضحط تتخذ أماطا جديدة ومتغيرة بما يفرض معصلة التطوير والتدريب المشترك لمؤكبة تلك المتغيرات وتعزيز جهود حفظ الأمن والاستقرار كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارات الخارجية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد استعراض محاور استراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030 والتي تم أعدادها بالشراكة والحوار بين مختلف أطراف العملية الاستثمارية والتجارية في مصر حيث تتضمن الاستراتيجية هدفا رئيسيا يتمثل في تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير من خلال خطط موسعة لجذب الكيانات الاستثمارية الكبرى في العالم للاستثمار في مصر في عدة قطاعات خاصة القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي للدولة فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري اعتمادا على استقرار السياسات النقدية والمالية وتعزيز الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف لتقوية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتوفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات فضلا عن فتح اسواق جديدة للتصدير بالتعاون والتنصيق مع المجالس التصديرية ومجالس الاعمال المشتركة وقد وجه السيد الرئيس بتوفير تسهيلات لازمة لزيادة معدلات الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص المصري والاجنبي والبناء على ما شهدته الفترة الماضية من نمو معدلات الاستثمار الاجنبي المباشر واستمرار التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الاولوية للجانب المصري على رأسها قطاعات الصناعة والطاقة الخدراء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والرعاية الصحية وذلك على النحو الذي يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة